أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ما حكم هذه المقولة التي يقول صاحبها إننا نعتبر خلافة علي رضي الله عنه امتداداً لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن خلافة عُثمان رضي الله عنه كانت فجوةً بينهما وهل هذا يعتبر إنكارٌ لخلافة عُثمان؟ تنقص هذا يعتبر تنقص لخلافة عُثمان وطعنٌ على الصحابة الذين أجمعوا على تقديمه في الخلافة هذا طعنٌ على الصحابة وتنقص لخلافة عُثمان رضي الله عنه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة